في عدم ارتياح وحيانا قد يحصل كل عشر دقائق أو نص ساعة أو بعد ساعة إخراج هذه النفايات وحيانا قد تتكرر في بعض الأيام تحصل يحصل التكرار لأكثر لعدة مرات بشكل يومي يعني ممكن بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعتين هذه حالة من الاستتباب وهذا وضع جدا مهم جدا بأن جسم الإنسان يمر بحالة من الاستتباب لكن جسمه يحتاج إلى وقود طبيعية وهذا مخلوقات من الله تعالى أن أعمل بها من خلال هذا الطب الحاكوباثي وتبعا الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة جميعها ليس من صنيع الإنسان بل من مخلوقات تعظيمة خلق الله تعالى وتعتبر المصدر الوحيد في خلق والتكوين كل إنسان على وعلى ذلك المصدر الوحيد والاستثنائي في جميع الكائنات الحية على الكرة الأرضية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راش بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان مؤسسة طب الحاكوباثي أو الحاكوباثي أو إعادة إنعاش بالحكوة حكوة revitalize therapy بالإنجليزي هنا في ولاة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق لحداف المرجوة على خططين الأولى إجراء أبحاث علمية ومعملية سريرية على البشر للإثبات العلمي على فعالية الحاكوباثي وثانية إنشاء مشاريع وهي ثماني أنواع من مشاريع مختلفة تخدم فئات مختلفة من المستفيدين من البشر حتى تتواصل هذه الخدمات على مستوى أوسع وانتشاراً أينما كانت الفرص تأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو منكم كل من الذي استمع بإعادة مقاطع الفيديو يقوم بنشرها الإعجاب إن أعجبت بها والاشتراك بالقناة حتى يأتيك شعار خصوصاً مع ضغط على رمز الجرس حتى يأتيك شعار كلما يتم تنزيل مقطع جديد وأيضاً نشر على معارفك لتواصل هذه النعمة انتشارها لكل من الذي يسعى تحقيق الصحة المثالية مع السلامة عمل على مستوى إن شاءل بإعادة مذهب شغل بإعادة مقابلة jemand espíفر عندما تصêtre